عقدت اللجنة التأسيسية لمشروع اتحاد النشامة لصناعة المستقبل أول اجتماع تنسيقي لها في محافظة إربد والمشروع يهدف إلى إيجاد اقتصاد وطني موازن يعتمد على الاستفادة المثلى من القاعدة الكبيرة للمستهلك الوطني وإمكانيات السوق المحلية وعقول وأفكار وتمكين الشباب المبدع من خلال إعادة توجيه دور المواطن وتحويله من مستهلك إلى شريك مؤسس في مشاريع استثنائية مبتكرة وفق أفضل نظم تطبيق الاقتصاد التشاركي وأعلى المعايير الدولية والممارسات العالمية رئيس اللجنة التحضيرية للمشروع الدكتور أحمد الهنداوي قال إن المرحلة الأولى ستتمثل بإنشاء معاهدة ووظائف المستقبل ومراكز الجذب السياحي ومراكز التسوق المصغرة والوحدات السكنية مخفضة التكلفة بالإضافة إلى تأسيس ودعم منظومة مشاريع صغيرة ومتوسطة متخصصة بالتقنيات الحديثة المدير التنفيذي لمجموعة تعرب نور المعنية بدعم التحضير للمشروع المهندس محمد أبو شيخة قال إن ما يميز اتحاد النشامة هو اتخاذه خطوات عملية مباشرة دون المرور بمراحل التوصيات والمناقشات والاجتماعات غير العملية لدينا في الخارج حوالي 800 ألف مغترب أردني هؤلاء المغتربين هم يعني مقسمين ما بين مستثمرين وبين أشخاص يمتلكوا خبرات ومعارف ومؤهلات كبيرة هذه المبادرة تهدف فيما تهدف إليه إلى تجميع هؤلاء المغتربين ليتمكنوا من دعم وطنهم الأم عنا عدد كبير من المشاريع سنعتمد وسنقوم بعارد دراسة عدد المشاريع المعتمدة في الخارطة الاستثمارية للأردن التي أطلقت هاية الاستثمار في العام الماضي والتي تشمل المحافظات الـ 12 سيكون تركيزنا في المرحلة الأولى على المحافظات لإيماننا أنه في إطلاق مشاريع نوعية وفي قدرات هائلة لمحافظاتنا سنركز على إطلاق منصة كبيرة تشمل جميع المغتربين خارج الأردن وربطهم بمجتمعاتهم المحلية ترجمة نانسي قنقر